مع استهداف ناقلة نرويجية محملة بالنفط في البحر الأحمر تحول المشهد في التصعيد الحوثي في مضيق باب المندب تجاه السفن التابعة لإسرائيل أو تلك المملوكة لرجال أعمال لهم علاقة جارية مع إسرائيل تحول إلى تحدي جديد أعلنته جماعة أنصار الله الحوثية في بيان هدد به استهداف أي سفينة متوجهة إلى إسرائيل في حال لم تستجب الأخيرة لشرط إدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة تقول تقارير اقتصادية دولية إن عدم استقرار الأمن في البحر الأحمر سيؤدي إلى زيادة تكاليف النقل بنسبة تقارب 43% إضافة إلى خسائر تتكبدها إسرائيل وتقدر بمليارات الدولارات تكشفت فصولها مع استمرار أيام الحرب على غزة وارتكاب حكومة نيتنياهو مجازر بحق الشعب الفلسطيني في القطاع وتمدد الصراع في الضفة الغربية المحتلة وعلى صعيد أمني ذهبت توقعات محللين أمنيين في المنطقة إلى اتساع رقعة التسليح والعسكرة في المنطقة من قبل دول كالصين وروسيا التي تربطهم علاقات صداقة مع إيران الدائمة بدورها لجماعة أنصار الله الحوثية مقابل عسكرة بدأت تتكشف في تحريك فرنسا لفرقاطة مسلحة لمنع السماح للحوثيين باستهداف ناقلات النفط والعمل على تغيير مسارها من يرجح تأجيج الغارات الحوثية الحرب مجددا في اليمن وعودتها لنقطة البداية إذ تحاول القوى الدولية مواجهة استهداف الحوثيين للتجارة العالمية يظهر هذا بعد أن بدأت الأوساط الأميركية تتحدث عن زيادة الدعم اللوجستي والعسكري للتحالف المناهض للحوثيين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر